اشتركوا في القناة القمر استقر الان في برج الحمل وطبعا الفترة هاي تحمل نوع من انواع الايجابية وخصوصا لبعض الموليد النارية والهوائية هم اكثر الناس اللي بحسوا بنوع من انواع الفرقات الايجابية الابراج الترابية شوي بحسوا بنوع من انواع الضغط الاجواء المائية هي اضعف من تعرضها من الابراج الترابية خلينا نروح على التوقعات طبعا قبل ما ندخل على التوقعات تنساش تحط لايك وتشارك هذا المحتوى ان عجبك طبعا في احنا عنا حلقة ثانية بتنزل هي توقعات مفصلة كاملة لكل الابراج بشرح كل بيوت يعني تقريبا كل برج باخد معنا تقريبا 6 دقائق واحنا بنشرح فيه فعشان هيك اذا حاب تسمع تفصيل اكثر وشرح اوفا بعد ساعتين بتكون الحلقة نزلت على القناة ما تنسى دعم القناة والمحتوى ان اعجبك حط لايك ما اعجبك حط دسلايك شفت الموضوع مش عاجبك من مرة عادي حط دسلايك وحط اعمل بلوك وعادي ما تتابعنيش يعني بكون ممنونك برضو اهلا وسهلا فيكو خلينا نروح على توقعاتنا عشان ما نطول بالمقدمة ونبدأ اول اشيء بالتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الامور العالقة بتسمع جواب كنت تنتظره اهم اش انك تتحرك وما تنتظر انها تأتيك الفرصة لعندك انت حاول انك انت تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت حاول انك تضبط اعصابك او مزاجك من بعض التقلبات والحدية بالطبع في بعض الاوقات برج الثور يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهودكم الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر خلافات او التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر اهم اشي انك ما تخالف القوانين برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل او مناسبة سعيدة بتعبر عن اراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك احاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح باثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على انجازاته القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة او لا اتصال باحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الاسد بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد او اتصال البعيد يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة اظهر تعاون اكبر مع الاخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولأ اختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر اهمش انك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش بمنطق برج العذراء بتظل الامور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة او تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والارشادات وعدم ترك الاعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لاوضاع الاخرين ولااراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ابتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر بالتراجع الصحي ما في خوف عليك اذا اتبعت الارشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وما تتصلط برج العقرب انجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني انه المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم اهمال الارشادات او الاشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الامور ايضا ممتازة فترة ايجابية برج الجدي ابترغبوا في ادخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع افراد العائلة ابتحتاج المسائل الخاصة والعائلية الى مناقشة هاي بتظهر الفترة ضغوط او متاعب او معاكسات تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزاز برج الدلو ابتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر القصير والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ابتنجح بطرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم بيلفت الانظار والاعجاب برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هدية اهم اشي انك تتقدم او بتقدم على انجاز او بتناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا